اهلا بكم في برنامجكم الاهلي خط احمر دلوقتي احنا معانا فقرة فارروم فقرة المراضي مختلفة يمكن على قد ما هي اسعدتنا ان احنا وصلنا ان قناعتنا وكل كلمة قلناها معاكم في التحكيم من بداية الموسم طلعت صح ولو عملنا كشف حساب زي اللي حصل من خلال كابتن احمد شبير في وجود كابتن وصام عففتاح رئيس لجنة الحكام واثنين من المحللين ان طول الوقت احنا بنستشهد بهم قلنا حتى لو بنختلف هم مرجعيتنا لان احنا حطينا لنفسنا معيار واحد هو كابتن احمد الشناوي وكابتن سامير عثمان للأسف النتيجة على قد ما هي فرحتنا ان احنا شغالين معاكم صح على قد ما هي زعلتنا ان انا بالنسبالي بعد اللي قاله كابتن عصام عبد الفتاح يمكن دي كانت رصاصة الرحمة على التحكيم المصري بالنسبالي ان ما كانش فيه رغبة حقيقية ان يتم تدارك الامور فيما تبقى من الموسم هنبدأ معاكم عندنا فكرة واضحة ان احنا هنستعرض الحالات اللي تخص النادي الاهلي من بداية الموسم وفقا لللي هم تناولوه وبعد الحالات اللي سبوها ليه بنستعرضها لان دي ما كانش علاها اختلاف ووراء الحكام اللي الاتنين اللي موجودين كانوا عندهم نفس الرأي بعد كده هنروح للزمالك وبعد كده هنطلع بنتيجة نهائية حابب تقول اي حاجة في بدات الفقر يا سامي اه بالتأكيد انا حابب اقول الكابتن عصام عبد الفتاح يعني يا ريت تركز في تصرحاتك اللي حضرتك بتقولها قبل اسبوع وقبل اسبوعين وقبل ثلاث أسابيع لان احنا هنكتشف هنا ان كل التصرحات ممكن تكون بترد على بعض وبيطلع لنا شخصين مختلفين تماما وبالتالي ده ما بينتقش غير لما بيكون فيه نقطة من نقطة الدفاع بعن شي خاطئ فبترجع بعد كده تلاقي نفسك بترد على الكلام اللي انت كنت بتقوله هنستعرض الحالات وربنا يعني يبقى مع التحكيم المصري ويتصل حاله بخبير تحكيم أجنبي كابتن عصام استعدوا معانا لان انتوا تحسبوا دوريات في العالم كتير لم تجدوا هذا القدر من الأخطاء التحكيمية في وجود الفار في أي دور في العالم إلا الدور المصري نبدأ بأول حالات النادي الأهلي اللي كانت مستحقة لصالح ولم تحتسب نطلع الفيديو ونرجع نعق اللي أنا شايفه هنا بتبقى للتصوير ده إن فيه إيد لحارس مرمى مكان ووضع الكاميرات يا كابتن سيف كان يخدمنا قوي في اللعبة دي هنا لموا على برة أنا شايفي إيد هاني سليمان خبطة رجل العيب النادي الأهلي بس ما عنديش اليقين والصورة الواضحة اللي تخليني أكد بس فيه حاجة دي لو مش ركلة جزاء لازم تبقى سيميليشن لازم تبقى سيميليشن مشيش حاجة تانية كنت أتمنى حكم الفار يوقف اللعبة ويشوفه القرى دي لأن قرى جدلية هقدر حرام أحكم أقول دي عليها ركلة جزاء أو عدم موجود ركلة جزاء مع عدم مدود روحة إنما في الصورة دي فيها شك كبير ركلة جزاء محمود البنة صعب أن يشوف قرى زي دي كنت أتمنى حكم الفيديو يعني قرى حدراك أن القرى يضب الجزاء لمدلعش أنا شايف ركل الجزاء لأن فيه التلامس يد لا يمكن حكم المباراة يشوف دي لا يمكن لأن احنا جايبنا من الكاميرا لتاعة كنت أتمنى بتاع الفار هنجيله بقى في لعبة تانية برضو فيها برضو جدل كبير يعني شايف كان لازم محمود سوينادي محمود البنة يوري لدي بنة لا يمكن يشوف قرى زي دي حالة برضو اختبار داخل منطقة الجزاء لمحمود البنة محمود البنة نجح في الاختبار بنسبة 100% محمود البنة قريب أحسن من عين VAR أحسن من عين من أي حكم تاني فيديو هنا في احتكاك في لعبة بإهمال من لعب نادي سموحة الناس هيقولوا حتى لو لعب كرة يلعب الكرة بس هم تلعب الكرة برضو تلازم تحفظ على سلامة اللاعب شكل بالشكل ده بالأسلوب الداخل عليه دي ركر الجزاء تدخل غير مبرر برضو من حكم الفيديو ندا وفرجع الصورة نأسوس لعب كرة كنت أتمنى أن البنة يصمم على قراره عشان قراره الأولاني هو كان القرار السليم دول أول حالتين معانا تضرر منهم النادي الأهلي المفارقة بقى يا جماعة فعلا الشيطان يكمن في التفاصيل ليه؟ الحالة الأولى الفار ما استدعاش الحكم في لعبة صعبة جدا كان مفترض يستدعي فيها عشان خاطر يقول له خد بالك ده فيه ركل الجزاء زي ما أقر بقى كابتن سامير عصمان طب اللعبة للحكم حسب فيها ركلة الجزاء بص بقى المفارقة الفار هنا صاحي ومركز وبيستدعي الحكم عشان يخليه يلغي قرار صحيح المفارقة إمتى الفار بيتدخل؟ الفار بيتدخل لما تكون اللعبة مش في مصلحة النادي الأهلي ودول معانا أول حالة النادي الأهلي تضرر منها ولازم نفهم الناس أن ليه الحالة دي ما جاتش فيه برنامج كابتن شوبير في وجود الكابتن يا سامر فتحه كابتن سامير عصمان والكابتن أحمد الشناوي لأن دي حالات متفقة عليها السلاسي اختار الحالات الجدلية فبالتالي لما نجيب حالة هم لم يستخدموها فتعرفوا أن الحالة دي عليها إجماع أو اتفاق زي الحالة اللي أنا استعرضها دلوقتي في مبارات الأهلي والمقاولون العرب وعدم احتساب رقل الجزاء صحيحة للنادي الأهلي اللي فاز فيها النادي الأهلي واحد سفر نشوف الفيديو مخرج المباراة مش عارف عادها ليه ما عاداش ليه طبعا صعبة جدا على حكم المباراة أن يشوفها هنلاقي فيه شد من المدافع نادي المقاولين لإيد محمد شريف فيه شد حكم المباراة بعيدة عنه دي مش بتاعت حكم المباراة بس دي بتاعت حكم الفار حكم الفار كان لازم يجيب الكرة دي ويشوفها لأحمد الغندور ويقوله تعالى شوفها لا يمكن أي حكم في المباراة يعرف يشوف اللعبة دي محمد شريف جريع علي اعترض فيها بس دي مسئولية كاملة لحكم الفار احنا زي ما طلعنا هنا المفروض في غرفة الفار يجيبها عشان فيه ضربة جزاء غير محتسبة للنادي الأهلي في ديئة 22 وأتمنى من المخرجين بعد كده يعيدوا الألعاب دي وحكم الفار لازم يبقى فيه أكبر تركيز وما فيش حاجة يا جماعة شدة في الجسم أو مسكة في الجسم حد يطلع يقول لنا ضعيفة أو مش ضعيفة ده خلاص ده مسكة في الجسم مش تشيرت أنا بيعجبني جدا في الكابتن سامير عثمان النقو واضح ما بيقولش كلام يحمل معنيين ما بيقولش خمسين خمسين بيتكلم دايما في الويت والبلاك فاللقطة دي كابتن سامير عثمان اتكلم عنها إنها راكل الجزاء واتكلم عن حكم الفار وحكم الفار مش بس يعني منع النادي الأهلي من حق في الاحتساب راكل الجزاء لي ده كمان بالبلد كده سوح الكابتن سامير عثمان في المباراة دي لما حط نقاط غلط فالكابتن سامير عثمان طلع حل الهدف المأولين العرب اللي هو قرأة تسلل قال إن هي هدفه دي كانت خطأ للكابتن سامير عثمان ولكن رجع تدركه بعد ذلك لما قال لما تعاملت الخطوط بشكل مظبوط كان هدف المأولين العرب فعلا تسلل وكان الإلغاء صحيح وكان سليم وبرغم إننا ممكن نختلف أو نتفق مع الكابتن سامير عثمان في بعض الحالات لكن بنصد جدا إنه بيكون فيه وضوح بشكل كبير فيه تقييمه لحالات المباريات النقطة التانية فيه حالات النادي الأهلي النادي الأهلي فاس مبارات سموحة فاس مبارات المأولين لكن دي أخطاء تحكمية كبيرة جدا تؤثر على نتيجة المباراة فرس دي ثلاث حالات معنا ولكن زي ما بنقول ركزوا في التفاصيل زي ما قلنا حجم الفار ما بتدخلش زي اللعبات الأولى دايما يتدخل لو ضد مصلحة النادي الأهلي عشان كمان تشوفوا اللعبة اللي جاية وهي مبارات النادي الأهلي ومبارات المأولين وحمد فتحي الإنذار الشهير اللي تحول لطرد نطلع ونشوف تعقبهم بقى مبارح وهم بيختلفوا في اللعبة كان إيه عشان تتأكدوا أن موقفنا القديم معاكم كان هو اللي صح اللي أنا شايفها دي هنا عدد المدافعين لحظة الكونتكت كانوا خلاص هما اللي اتنين وصلوا فبالتالي أنا كنت مع قرار حكم المباراة في الأول لحظة الالتحام إنه الهي فرصة الهي هجمة وعدة مش فرصة محكمة هنا أنا أقل فيديونا دا وبعد كده قالوا لا دي دي هجمة وعدة يعني طرد مش كارتة أصر كابتن شناو أنا متفق مع قرار الحكم في الأول إنه أصفر والله أحمر أنا متفق على الأصفر في الأول على الأصفر في الأول 100% ريت كارت 100% بدون نقاش بدون ما تكلم عن أي شيء أنا بقولك 100% ما فيهاش خلاف بأمنا والله ما فيهاش خلاف كارتة أحمر في اللعبة دي اتفق كابتن أحمد الشناوي وكابتن سمير عثمان إن هي الحالة تستحق فقط انذار وده القرار اللي خده الحكم في الأول قبل مالفار يستدعي زي اسموحة مالفار استدعاه عشان يضيع عليها راكل الجزاء زي في المقاولين لما مالفار تجاهل لعبة صحيحة للنادي اللي قالي فيها راكل الجزاء هنا لحظه تدخل الفار ولحظه 100% متاعد كابتن أسام عبد الفتاح اللي هو بيختلف فيها مع اتنين محكمين ومع رأي الحكم اللي كان أساسي بس الفار استدعاني فخلاص سلام الفار استدعاني هو سمعني إننا عايزين خبير تحكيم أجنبي فقدنا 100% أجنبي 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 يا كابتن أحسام نروح للفيديو اللي بعد كده والحالة اللي بعد كده لأن البعض بيقول في بعض الأوقات إن النادي الأهلي بيستفيد من أخطاء التحكيم فمش هنسيب حالة ممكن يكون عليها جدال أو شك أو البعض بيحاول يقول إن فيه استفادة لنادي الأهلي في مباراة الأهلي وفيوتشر إلا ونعقب عليها ونشوف الأراء في لقطة محمد الشناوي لأن بعض الألمين قالوا إن كان يستحق الطرد نشوف إجماع خبارات التحكيم أو اختلاف خبارات التحكيم قالوا إيه في اللقطة دي نشوف الفيديو الأهلي وفيوتشر لعبة الشناوي لعبة رائعة يا كابتن لعبة رائعة الحقيقة طيب ناخد رأيي أنا قلت رأيي الكرة دي إنذار لاعتبرات الفرسة المحققة للأربعة أهم عنصر أهم عنصر للأتجاه العام كانش أتجاه العام ده رأي على الكورنر فأنا اتفق تماما مع قرار محمد الحنفي لا يبقى هو لا يبقى رأي على الناس في ناس بيقولوا لا بيستني وبتعلق ده موضوع تاني عشان كده الفيفا إنذار انذار تواجد قرار الحنفي طبعا كابتن شناوي نفسي قرار أنا ما يدخل أنا فيه ليه سبب؟ لأن النهاردة لو نفترض الشناوي ما جاش سايب جون كده من الحتة دي هيلعب الكورة في الجول لا نسبة تيجي الجول كان في المئة عشرة في المئة يبقى إذاً المحقوق كابتن عصاك كمية في المئة متفق معهم وأنا كنت جاي بحالة نفس اللعبة مع الاختلاف إن اللاعب لقص الحارس على داخل الملع فكت لو عندهم الصورة فعلا كانت هتكون كارتة أحمر لو لاعب فيوتشار يعني لو العكس تحسد الكورة العكس لأنه كان هيحتاج لمسة واحدة جيبه لأنه الجول خالي لكن هنا أتفق معهم ما في المئة إنزار طبعا ما في المئة نفس الكلام يعني موافع على كلام كنت التلاتة فيها الحقيقة لأنه بمنتهى الوضوح حتى أنا أتفرج قلت يا جماعة الكورة دي لا تستحق أكثر من إنزار كل من في الاستوديو اتفقوا على أنها تستحق إنزار فقط لغير إلا بعض الإعلاميين اللي كانوا شايفين إنها تستحق الطرد أعتقد من الحالات الندرة اللي يتفق فيها الكابتن عصام عبد الفتاح مع خبراء التحكيم في رفع الضرر أو الأذى أو أخطاء التحكيم عن النادي الآلي أعتقد مفيش جدال إنزار فقط لغير ولكن موراد فيوتشار الغريب من الإعلام سابوا اللقطة دي أو خدوا اللقطة دي وسابوا اللقطة تانية فارس سابوا اللقطة تانية مهمة جدا لازم نقف عندها وهي ركل الجزاء أكرم توفيه إحنا هنا قلنا حطين منهج إحنا كده عندنا خمس حالات تضرر منها الأهلي وبلوقت تشينيه يبقى صفر استفادة من حالات تحكيمية ترجمة نانسي قنقر